رمضان في مخيمات إدلب والشمال السوري لا يشبه غيره في باقي الدول والتي هللت لاستقبال الشهر الفضيل غابت الفرحة هنا حيث لم يستطع النازحون في إدلب إخفاء ما يعانون منه من فقر في الموارد وأوضاع معيشية صعبة أذهبت بسمة كانت من المفترض أن تردسم على الوجوه في شهر ليس كمثله الشهر عند المسلمين تجي الخبز وتجي المواد الغذائية كلها قليل فرق هونيك اللي راحي عنده أرضاياته عنده بيته ما هو مثل النزوح هوني بخيمي حياة صعبية يعني الجايبة دل مليان ما صاري أش ما بدي طبخ روح جيبه أش ما بدي روح غريج مثل هلأ ما فيش ما فيش يا حبيب قلبينتي رمضان هون مثل رمضان هونيك لا يأمنين لا على الجانب الإنساني فرقت العمليات العسكرية التي شنها النظام السوري ومن خلفه روسيا وإيران العائلات السورية عن بعضها وحارمتها من جمال التواصل في هذا الشهر هونيك أحسن بكتير كنا خواتي كلنا هلأ كنا نشوفين هونيك يعني مع بعض نشوف على العيد أو هايكي هلأ والله ما بالنادرات غير على الجوان ما بنحكي معاهم نشوفين الفرق هونيكي من أراضينا الموسم نشتري يعني نسخة نشتري هون ما في شيء والله يعني ما في شيء هوني نعم لا شيء كثير يتوفر في هذه المخيمات في رمضان وحتى في غيره من الشهور في ظل تهديد روسيا بمنع دخول الشاحنات الإغاثية ما تسبب بوصولها من معبر واحد بكميات قليلة في وقت كان من المفترض أن تلحظ بشكل أكبر أوضاع هؤلاء النازحين الذين شردتهم حرب النظام السوري حيث كانوا يأملون بحياة مختلفة أكثر حرية وديمقراطية وتنمية عن تلك التي عاشوها قبل عام 2011 حيث خيرات البلاد تذهب لفئة معينة أوصلت سوريا وأهلها لما هي عليه حاليا ترجمة نانسي قنقر